موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أسعد وإياكم لبيان بعض المسائل التي ربما يكثر فيها كلام الناس ويكثر فيها القيل والقال وهي مسألة القراءة بالألحان لا شك أنه ينبغي لقارئ القرآن أن يحسن صوته بالقراءة وأن ذلك من المستحبات ومن المشروعات أن يحسن القارئ قراءته وقد حكى النووي وابن قدامه الإجماع على استحباب أن يقرأ القرآن غضا طريا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ومن الملاحظ أن كثيرا من القراء في المساجد ربما إذا أراد أن يقرأ فلا يقرأ إلا بعينه ولا يحرك شفتيه وهذا ملحوظة ينبغي أن يتفطن لها القراء وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يدل على أنه ينبغي للقارئ أن يحرك بها شفتيه حتى يحصل على ثواب هذا الحديث ومع ذلك ينبغي له مع أنه تكلم أن يجهر صوته يجهر بالقرآن وأن يحسن قراءته لكن السؤال هل يسوغ للإنسان والقارئ أن يقرأ بالألحان؟ القراءة بالألحان تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يقرأ باللحن الذي يكون فيه أكثر تمديدا وأكثر مدا بحيث يجعل الحركة الفتحة ألفا والضمة واوا والكسرة ياء فهذا مما أجمع عليه أهل العلم على أن ذلك غير مشروع وأن ذلك ممنوع ومحرم القسم الثاني القراءة بالألحان من غير زيادة في مد ومن غير زيادة في حركات فهذا مما وقع فيه خلاف عند أهل العلم فكرهوا الإمام أحمد وكرهوا الإمام مالك وكرهوا ابن تيمية وقال لا ينبغي أن يقرأ القرآن على نفس نسق الغناء وهذا لا شك أنه لا ينبغي خاصة إذا كانت بعض المقامات تغير نسق هذه الكلمات أما القراءة الحزينة التي ربما وافقت بعض المقامات التي لا تخرج القرآن عن نسقه ولا يتمثل بها مثل ما يتمثل في الغناء فهذا مما استحبه الشافعي أو جوزه الشافعي وغير واحد من أهل العلم وكذلك أشار إليه الإمام ابن قدامة أن تكون القراءة ولو وافقت على سبيل الموافقة المقام والمقامين فإذا كان ذلك لا يخرجه عن قراءة القرآن المعروفة عن سلف هذه الأمة أما التطريب المبالغ فيه فهذا مما نهي عنه ولأجل هذا لما دخل رجل على أنس وهم القراء فجعل أحدهم يقرأ وفيه نوع من التطريب وكانت هناك خرقة على وجه أنس بن مالك فلما سمعه أزال الخرقة فقال يا هذا ما كانوا يقرؤون بمثل ذلك فهذا يدل على أنه لا ينبغي للقارئ أن يخرج القرآن عن نسقه وأن يشابه به بعض المقامات التي تشبه الغنى وأما بعض المقامات التي تسمى مقاما وهي قراءة حزينة كالحجازي أو كالصبا أو بعض القراءة المقامات فهذا إلى وافقها من غير تنطع ولا زيادة فالأصل فيه الجواز بشرط ألا يقع عند تعليمه وتعلمه في محظور لأنه يوجد عند بعض الناس هداهم الله إذا أراد أن يتعلم بعض المقامات استمع إلى بعض الغنى وهذا لا شك أن ذلك محرم ولا يجوز أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر